السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس عدت لكم اليوم بدرس جديد ولطيف نحن نعلم أن السبيلان اللذان يؤخذ منهما العلم هما الكتاب والمعلم ولابد من وجود صفات تفضلها في معلم له مكانة في قلبك ويكون قدوة لك وفي بعض الأحيان تسترجع ذكريات ومواقف تركت أثرا طيبا في نفسك قال أحمد شوقي قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا درسنا اليوم يبين مدى أهمية التعليم وبأنه مسؤولية كبيرة تقوى على عاتق الوالد والمعلم الوالد والمعلم الوالد والمعلم أتوقع منك عزيز الطالب في درسنا هذا أن تقدر أهمية الوصايا التي سنتناولها في هذا الدرس سنقوم بقراءة الدرس قراءة جهرية راجية من الأمهات الفاضلات متابعة قراءة الطالب حتى يتمكن من القراءة بالشكل الصحيح افتح كتابك صفحة 67 واستمع لي جيدا وصية الآباء للمعلمين على الوالد أن يحوط ولده بعناية دقيقة وتوجيه صحيح وتربية حسنة وذلك بأن يؤدبه ويعلمه مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ويحفظه من قرناء السوء وليعلم الوالد أن ولده أمانة بين يديه فليؤدي واجب الأمانة وليقم بحق الرعاية وعند إرادة التعليم عليه أن يسلم الولد لمرب صالح ومعلم ناصح يحفظ عليه أخلاقه ويحسن آدابه ولا ينبغي تسليم الولد إلى من لا يميز الحق من الباطل والغث من الثمين وقد أوصى بعض الآباء من يقوم على تعليم أولادهم بوصايا منها وصية عمر بن عتبة لمؤدب ولده ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك نفسك فإن عيوبهم معقودة بعيبك الحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما استقبحت علمهم كتاب الله عز وجل ولا تملهم منه فيتركوه ولا تتركهم منه فيهجروه ثم روهم من الحديث أشوقه ومن الشعر أعمقه ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعلم موضع الداء وواصية عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن وجنبهم أهل السوء فإنهم أسوأ الناس وأقلهم أدبا وهم لهم مفسدة وعلمهم الشعر يمجد وينجد وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في سر لا يعلم به أحد من الغاشية فيهون عليهم الآن سنتعرف إلى مفهوم الوصية فهي مستحبة في ديننا الإسلامي للاستمرار في العمل الصالح إلى ما بعد الموت أي ما يتركه الإنسان لمن بعده من قول أو فعل أو مال سنقوم عزيز الطالب بتقسيم النص إلى ثلاث فقرات سأبدأ بقراءة الفقرة الأولى قراءة تفسيرية لتوضيح معاني الكلمات واستخراج ما هو مهم لذلك أرجو منك التركيز وتدوين الملاحظات معي الفقرة الأولى على الوالد أن يحوط ولده بعناية دقيقة وتوجيه صحيح وتربية حسنة وذلك بأن يؤدبه ويعلمه مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ويحفظه من قرناء السوء وليعلم الوالد أن ولده أمانة بين يديه فليؤدي واجب الأمانة وليقم بحق الرعاية وعند إرادة التعليم عليه أن يسلم الولد لمرب صالح ومعلم ناصح يحفظ عليه أخلاقه ويحسن آدابه ولا ينبغي تسليم الولد إلى من لا يميز الحق من الباطل والغث من السمين وقد أوصى بعض الآباء من يقوم على تعليم أولادهم بوصايا منها الفقر الأولى سنبدأ بها الفقر الأولى تتحدث عن عناية الوالد بأخلاق ولده وأن يسلمه لمرب صالح ومعلم ناصح إذن يجب على الوالد أن يعلم ولده مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وأن يعلم من هو صديق ولده وأن يقوم بنصح ولده وإرشاده إلى الطريق الصحيح ويجب عليه أيضا أن يعلم من هو معلم ولده فهناك في النص يتحدث لنا النص عن نوعان للمعلمين فهناك نوع من المعلمين الصالح الناصح الذي يكون قدوة حسنة والنوع الآخر الذي لا يميز الحق من الباطل والغث من السمين فبالنهاية أبناؤنا أمانة بين أيدينا يجب المحافظة عليها لننتقل معا لنتعرف إلى معاني الكلمات الواردة في هذه الفقرة نجد في بداية الفقرة كلمة يحوت يحوت بمعنى يحفظ ويصون ويرعى وهي موجودة في المعجم والدلالة كلمة عناية عناية بمعنى اهتمام مكارم الأخلاق بمعنى أحسنها كلمة العادات ما يعتاد الإنسان على فعله أما كلمة قرناء بمعنى أصدقاء الغث الكثير الذي لا خير فيه وهي أيضا موجودة معنا في المعجم والدلالة لننتقل إلى الاستخراج نجد في السطر الأول كلمة يحوت يحوت الفعل الماضي منها حاطة وهي فعل معتل في نهاية السطر الأول نجد كلمة ذلك ذلك اسم إشارة في السطر الثاني نجد كلمة يعلمه يعلمه من علمة وهي فعل صحيح يعلمه مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كلمة العادات هنا نوعها جمع مؤنث سالم أما في السطر الذي يليه أمانة بين يديه هنا بين يديه بين ظرف مكان نعلم طلابنا الأعزاء أن الكلمة التي تأتي بعد الظرف تعرب مضاف إليه إذن كلمة يديه هنا مضاف إليه في نفس السطر نجد ليقم بحق الرعاية لام هنا في كلمة ليقم لام الأمر أما في السطر الذي يليه نجد أن يسلم أن يسلم الولد لمرب صالح كلمة يسلم هنا فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب ولابد من الانتباه إلى الحركة في نهاية الكلمة وهي الفتحة فعل مضارع منصوب بالفتحة تمام لا يميز هنا في السطر الذي يليه لا يميز اللا هنا لا نافية ونحن درسنا سابقاً أن لا نافية تبقي الفعل المضارع مرفوع أما في السطر الذي يليه كلمة من يقوم على تعليم أولادهم يقوم من الأصل منها قامة وهي فعل معتل أجوف بهذا نكون انتهينا من الفقرة الأولى والآن سننتقل إلى الفقرة الثانية